صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق دهم اسماعيل بان قرار تخفيف اجراءات حظر التجوال الوقائي في العراق يحتاج الى اسبوع او عشرة ايام واشار الى انه يمكن فتح الحظر خلال شهر رمضان لساعات قليلة في النهار فقط واضاف ان العراق الى الان لم يصل الى ذروة الاصابات بكورونا وانا نتائج انحسار الفيروس او تفشيه ستظهر خلال اسبوع او عشرة ايام واشار ايضا الى ان اعداد الاصابات في العراق تناقصت بشكل مستمر وهذا يتطلب استمرار الاجراءات الوقائية لمنع التجمعات لعدم فسح المجال لانتشار الفيروس مرة اخرى وعلى الجميع الاحتفاظ بهذا الانجاز المتحقق من قبل الكوادر الصحية والجهات المعنية واكد ان الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ادى الى تراجع عدد الاصابات في العراق واشار الى ان العراق اتخذ قرارات شجاعة وجريئة لم تتخذها الدول العظمى كامريكا والمانيا عندما اغلق مجاله الجوي والحدودي ولم يجامل احدا عكس ايران التي استمرت بفتح مجالها امام الصين وعوضح ان جهود الحكومة العراقية ووزارة الصحة بحجر المخالطين للمرضى كان له دور كبير بالسيطرة على الفيروس فيما حذر اسماعيل من تخفيف اجراءات الحذر الوقائي والذي قد يتسبب زيادة عدد الاصابات واشار الى ان منظمة الصحة تفضل استمرار الحذر الكلي وليس الجزئي مضيفا ان معظم الاصابات في العراق متوسطة وليست شديدة فيما اشار الى ان غالبية المتوفين من كبار السن وعز السبب في زيادة عدد الاصابات في اقليم كردستان وخاصة في السليمانية الى نقاط العبور غير الرسمية مع ايران حيث اغلب الاصابات تأتي من هناك مشددا على ضرورة العمل على تقليص الاصابات والوفيات الى الصفر للاعلان على السيطرة الكاملة على الفيروس في العراق ترجمة نانسي قنقر